موسيقى 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 مرحبببكم حيثامات تنسية كرنسا من اللي انتقات لينا عروس ندالو مسلمسوط حنتي لاتيبل الارس من موقع دماتي الترجمات لانسانا وهو وضع يوم كالعقفال قد نقدم لكم التابعاتكم الانسان ومثمسة وعنقلها ليشون من اللي عند قتلنا تحرط معارضات للو مواتنين اللي ارترياض تعذبوا بالهلية الجرايم وكيفعل منو ندال ويشعب بريء اقل لودوم للمسق واسباب اندعت حجرنا اقل نشرح لكم لحودا السلطات الهلو قتلو وقت اللي اللي كلو ارترياض تعذبوا بالهلية الجرايم وكيفعل سببو لحودام دي السلطات الهلو لديكتاتور حودام تفساد للشمو جنرالات حودام تمكاتب الهلو قيمة السياس او حودام التحط الهلو قرنيلاتهم اللي بلهج جيت موداد قابع الام اللي هي بسبب التحط لتحبالك يملق لبو مشاكل سبت هلاتهم اللي التحط لها المشاكل سبت تحبالك اللي تحبالك اللي تحبالك سبت تحبالك زيادة اهتمام اللي تحبالك واساس قابلها لحمام كل الوطن اللي حمام وطن كاملت عامم سبت هلاته اللي تحبالك اللي تحبالك اللي تحبالك اوامر والسياسات تفعلها ترجم التحاطية الدرجة له المواطن بها الجسس الحسي قادر قدام للعذب داش مانا تقنوا لجي لابو مالا جمي بيلو للبل اللي تتعطيه ولا لاتاك وبعدام من نحو دعوه مصف سلطات باقتد فنت المسؤولية اللي كل جرايم اللي رفعوه وموجبهم اقنقام اللي تقلنام لدي بتحاط اللي اللي هو دو جرايم مثل السلطات اللي هو دول السانو اللي هو نتاور لنهي تحت يعم حوضتهم اللي هي قدرتهم حدت من قبطهم بزحام سبطهم لكن باقت من رقبو كلو لنا يوم باقتد من الجامع اللي هو اللي هو دو جرايم اقلا اللي هو سلطات كمقبي شكال عبام دي بلا قننان تمه اللي هو توجيب قاريت من تهلم اللي يبلع اللي هو قولهم سلطات اللي بالمفهم امر حكم ديكتاتور يقل ليريم زايدات اللي هو كلو قوامر ديكتاتور اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو خارج لنبر أوروطريين مثال كافيتهم اللي هو مواطنين اللي هو اللي هو سلطات اللي هو حكم ديكتاتور تأييد ومعناه هي تليت عنده يقبين بزحسا دايتمال ودو علوم لما دافع الشعب انتبهلا اقبال هالا توعيات وقولهم سلطات اللي ودوه اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي بتحام الله اللي هي اللاي اللي هو اللاي مسلون باترامكم هاللو اللي اللي تأمرهم من مجتمع ارترياء بزحام هاللو سببنا اللو كلو لجراء وجرالها لجرائم اتوقولان سفسد اتليطة ماسوسوتو من ايفهم لاتبقاساتهم اللو كلو تأرترياء لقابا وجبلها لجرائم اسياس ليتا لتحملوا لاتبهل اللو فهم اللي اللو بوهم حتى لاترسعوا قاري تليت اسياس زياد من درجة ودمين ادم لاترياء والتحسب لاتتقدرات فقريتنا الى عصرات السنوطة تتخدم لعلت معاونة منادلين وشعب تام كامل شعب الاترياء من اسياس الفراح نتيجتنا حتى عمل يكون من كلو لتاكهي اللو كلو مشاكل عب حود مطالب لرهيلة حزيم كنا سبت قباته هي لبزحو تنازيم معارضات بدل اتأساس لقضية اهتمام والدوم من اللعال انت تماتوا ما لترؤوه قليهم اسياس مسلسروا من معارضات يقول لتفاهم لحزها اللا انت تمثلو مسلو انت تفاهمو رأيو انت اقايرو حلول لامسو للي بالفهم بوم قليهم هي السياس كما ازا جرايم لتعلم لها اللا اعتزاري قل لك قدم لتاكهووم قليهم هي لدي براترياء لها اللا حكم بقلو وادا جرايم وقايا افعال اشارة تعيسلار اهلا للي بالرأي سبت بوم تقيير حكم لتبل كلمة من نحر انتاكايدو اللي ترؤوه قليهم هي تل ازال اهلا حكم تقيير او تعديل حوض يقل لقبال حزوه اللي بكفو للي بالسأل دول قربتوه لكن بلي سالو بوم قليهم هي التسياس كانون قامل قابل للمشاريع التاسبيد قالهم التسياس كانون قد ممتع قاملت أكثر كانون تعملho اتة encадقبال وهي في شعب تحييات تحييات السيطة قالوا هم بزرح حاجات عند أتمسامسة لإجراء السلطة في القائر قالوا هم قائروا التنازم وأسماعوا ليتفروا رامتهم اللي أسك الله تحرط معارضات التي تريدها في عمد حقريناه تحرط معارضات التي تريدها تقريبها على الجهد تحرط معارضات الهلوية تقريبها على استخدام الهلو تقريبها على استخدام الهلو أسلوب بزرح السر لهم وتقريبها على حظه الهلوية مصلم لأفكار كريم أعطاء من إذنهم أن يتحلقهم لكن تحقق الهلوية تحييات مصلم ويقوموا بحاجاتهم حيث لا تنسى كرين سايوب عروض رح دارو مصمصّوت خانتيالات بلا ريس من موقعدم السجل ترجمات العقابنا آفون توي كتوب قال اكفالو ديبلة تامه صالت اكفالو تتمت تسامن اغلت قدم الكمتوم موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم حيث لا تنسيطنا اليوم قاشي بما تعمق مالينا قاشي انت اليوم ملحي او منادل السهيل بسوء ملح لبهل ناشط ومنادل قديمته سلفتا عنوان الى موضوعنا ندين قدته بنفسه قلت امرنا تسهيل ومن نهاية للموضوع او الارس دي بقناتها قيتم مرحبك استاذ السهيل اهلا بك في راجوس ايوب مرحب بك ولن اشكرك باسم راجوس ايوب وقبولك دعوتنا وحضورك ديف في راجوس ايوب من اجل الشرح في الاوداع العالية في وطننا وفي نفس الوقت حتى اشرح لنا انه المبادرة او عمتم بمبادرة في الاونة الاخيرة وحنتكلم عن المبادرة لكن قبل هذا وذاك ممكن استهيل بس املاح من هو استهيل بس املاح ممكن تعرفنا تفضل استاذنا استهيل شكرا شكرا جزيلا استاذ عادل وفي المقدمة اود ان اشكر اشكر لك اشكر زملائك واشكر راديو سايوب التي هي تعطي المعلومات وتواعي الجماهير بلغات تيجري وبلغات عربية فا اود ان اشكرك واود ان اهني الاذاعات واتمنى ان تكون راديو سايوب تكون راديو متورة وتكون تشمل في كل اريتريا من كل اللقات وتكون اهمة اهمة الاذاعات الاريترية في الان وفي المستقبل والحمد لله ان شاء الله في الاريترية الحرة الديموقراطية اسمي سوهيل بس املاك سوهيل بس املاك سوهيل بس املاك انا التحقتها بالجبهة التحرير الاريترية في اواخر اربعة وسبعين في اوال خمسة وسبعين ونادلتها مع الجبهة وفي الجبهة حتى خمسة وتمانين اكتر ناس يقولوا الجبهة دخلت السودان واحدة وتمانين ولكن انا احد من الناس الذين عادوا الى الميدان كجيش التحرير كجبهة التحرير ونادلنا حتى خمسة وتمانين ولكن بعدها الظروف ما سامحت لي كي نواسل ندالاتنا في داخل اريترية فاجبرت الى السودان ومن السودان عشت في السودان لاربعة خمسة سنوات ومنها لجأت الى الولايات المتحدة الامريكية فالآن انا في الامريكا في فيرجينيا في دواحي واشنغتن دي سي عندي اعيلة عندي ثلاثة بنتين وواحد ولد وانشت في كل ما فيما بما قدري وانشت وكافح مع كل السمولاء والمنادلين والنشطاء من اجل تغيير النزام ومن اجل الحرية والديمقراطية في اريتريا هذه هي المقدمة بصفة مختصرة وشكرا استاذ عدل شكرا جزيلا ونتمنى انه للسهيل وكل الارتريين المتواجدين اللاجئين العودة الى البلاد تغيير النزام وانصغاط النزام والعودة الى البلاد تمام استاذنا السهيل طبعا موضوعنا الليلة حيكون عن المبادرة بتاعتكم وقمتم بمبادرة في الفترة الأخيرة والخلام تتعريبا يمكن عد عليه سنة والمبادرة ذلك كانت بعد انتهاء الحرب ومحادثات السلام بين الحكومة الفدرالية الاسيوبية وقوات قليم تغيير بعد الحرب اجبر فيها سياسة فرق وجماعة الشعب الارتري دخول الحرب على ارادة تغيير بعد الفترة ذي طبعا انتقسمت فيها النشطاء الارتريين او المنادلين او ما بين مؤيد الحرب وما بين معارض الحرب على شعب تغراي ودخول الشعب الارتري في هذا الحرب الذي لا نعطل اعفاء ولا جمل انتم في اللحظة هذه بعد انتهاء الحرب وأثناء فترة المحادثات قمتم بمبادرة واسميتموها مبادرة مبادرة حيئة التيسير او كمان ضرورة عملية تشكيل قوة وطنية يعني قوة وطنية موحدة لارتريا وتعمل باسم الشعب الارتري في خارج البلاد وتكون صوتا للشعب الارتري المبادرة يوهرها جميلة وانوانها عنوان يعني بالنسبة الناس وقت ما تسمع بالعنوان تتبشر بالخير انتم انا عايز منك ان شاء الله ستحدثني عن المبادرة وعملتم طبعا وسائط للمبادرة وشرحتم في عدة سمنارات فارجو استاذنا سيلاولا دينا نبذع عن المبادرة باتجاهات اللي اتنا بالوسيقتين انت حدرتوا وسيقتين كده فالدين نبذع عن المبادرة تفضل استاذ نعم نعم استاذ عادل شكرا جزيلا المبادرة مبادرة هيئة التيسير من اجل اقامة قوة وطنية موحدة لكل الفئات ولكل اسحاب المسلحة في تحقيق الحرية وحماية سيادة الوطن واعادة كرامة الانسان الاريتري فهذه المبادرة بصفة عما المبادرة بدأت من المنتدة الحوار المفتوحة فالمنتدة الحوار المفتوحة كانت جارية لمدة سنتين وأكثر من سنتين والمنتدة كان لديها نقاشات مستمرة حول كيفية تجاوز الانقصامات وكيفية توحيد القوة الوطنية المنادلة من أجل الحرية والديموقراطية وحماية السيادة الوطنية فهذه المنبر هذه الحوار حوار مفتوح منتدة حوار المفتوح التقت ببعض منابر وبعض كيانات مماثلة لها الذين كانوا يغملون من أجل الوحدة من أجل توعيات الجماهير ومن أجل توحيد سفوف المعارضة ومن أجل تقويات الحراك والحركات الشعبية التقت بعدة كيانات وناقشنا ناقشت كل الكيانات مع بعض أجل وجاءت إلى الاتفاق لتكوين هيئة هيئة تيسير هيئة تيسيرية لإقامة القوة الوطنية الموحدة فهذه هو الإنشاء أو الانطلاق لهذه الهيئة ف سنشرح ما هو الهيئة وما هو مهمتها وهدفها ما هو الأساليب التي تتخذه من أجل تحقيق الهدف التي انطلقت أو الهدف التي أقامت لأجله فالشيء الأساسي هو المعسكر المقاومة بعد الناس يقولوا معسكر المعارضة ولكن الاسم الصحيح هو معسكر المقاومة من أجل إعادة كرامة الأريتريين ومن أعادة الحرية وديموقراطية ومن أجل حماية السيادة الوطنية هذه هي تحتاج إلى إلى توحيد صفوفها وتنتهي الانشقاقات والانقسامات وتجي مع بعض لتواجه المساعب التي يواجهها شعبنا ولنخلص شعبنا ولإنقاذ شعبنا وأمتنا من الاتهاد ومن الاستعمار الدكتاتوري من الاستعمار البقيدة التي لا لها أي شعر للشعب الأريتري فالمهمة الأساسية هو تمكين كل الفئات المنظمات والمؤسسات والنشطاء والحراك يجوا في خوة واحدة موحدة من أجل إنقاذ الشعب الأريتري والأمة الأريترية وتكوين انتقال أريتريا إلى دولة دستورية ديمقراطية بطريقة منزمة فهذا هو المهمة الأساسية لكن هذا المهمة هو التيسير بمعنى هو تيسير من من أجل إقامة القوة الوتنية بل قوة الوتنية حتى كنت تتكون أو تقام الهيئة التيسيرية هي فعلها تيسير فقط ولكن الأصحاب المسلحة كل الأصحاب المسلحة المنظمات التنظيمات والأحزاب والأفراد والنشطاء كلهم كأصحاب مسلحة يكونوا يقوموا يدركوا الدرورية و يمكن ويتمكنوا على إقامة هذه القوة المرتقبة لأن معسكر المقاومة يعاني يعاني من عدم الوحدة عدم تنسيق الجهود لأن الجهود المكسفة التي يقوم بها النشطاء هي هائلة وكثيرة في كل الأماكن الاتساء أفقي وفي كل الأماكن في حركات وفي جهود متكسفة ولكنها تعمل كلها بطريقة متجزئة ومن شرزمة فعلينا علينا نوحد كل التاغات من أجل هدف محدد اللي هو إزالة النظام والانتقال السولس إلى ديمقراطية فهذه هي المبادرة بصفة مختصرة أو الهيئة التيسيرية والهيئة التيسيرية بعدما اتفقوا الكيانات كونوا هيئة التيسير وعملوها هيئة تيسيرية مستغلة بمعنى لا مرتبطة بالكيانات أو بالمنتديات تكون حرة وتكون محايدة من أي تنزيم من أي أيديولوجية ومن أي أي جماعة هي تكون محايدة محايدة من السلطة في الوقت الحاضر وفي المستقبل فعليها هو الدور للتقارب الدور التوعية والدور حيكون لتمكين أصحاب المسلحة الأريتريين السائيين والمكافحين للعضالة والمؤيدين للديمقراطية يكون لديهم مؤسسة وتنية واحدة يملكها كلهم مع بعض ويكونوا يشتغلوا ويبذلوا جهودهم بصورة مركزة من أجل إزالة النظام والانتقال السلس إلى ديمقراطية هدف محدد من أجل هذه إذا نحن نتمكن ونقدر لوصول هذه النقطة الشيء الأساسي هو يحتاج إلى قوة وطنية والقوة وطنية تحتاج إلى قيادة شرعية منتخبة من قبل المواتنين السائيين للعدالة ومنتخبة بطريقة شرعية وشفافة وتكون ممثلة لكل الأنشطة وتنسق كل ندالاتنا في الخارج في المهجر ويكون اتسالها مع الوطن مع داخل البلاد فتنسق وتوحد وتكون ممثلا شرعيا للمعسكر المقاومة بهذا نكون نحتل المحل الأساسي اللي هو سيادة الإيريقية لا له أي واحد يحميه الآن هو معرضا للأخطار أخطار أخطار كثيرة فعلينا أن نكون يكون لنا ممثلا شرعيا ويكون يتكلم بإسم واحد من أجل المعارضة من أجل القوة المعسكر المقاومة فهذه هي المبادرة بصفة مختصرة ولكن سنجي إلى الوثائق التي أصدرتها الوثيقة الأولى هي التقييم بصفة عامة والوثيقة الثانية هي ضرورية القوة الوطنية والعملية تشكيل القوة الوطنية فهنجي لهذه الوثائق بندًا ببندًا بعد غليل شكرا جزيلا جميل جميل سهل شرحت ما فيك كفاية وطبعا أنت عامة تنصب مع الشرع بتاعتك كل الوسيقاتين كان مريت عليها لكن برضو حيكون فرصة أكتر عشان نشرح ممكن بند بند زي ما قلتها كذب الحاجة في كلامك ذكرت آخر انتقب القيادة ستكون غيادة موحدة وتتحدث باسم الشعب الإرتلي وباسم الندال الإرتلي فكذي قبل ما نخلش في الجزم ستنتخب الغيادة كيف عن طريق إيش ستكون غيادة موحدة الآلية اللي ستنتخبها لقيادة دائما ستكون في الصورة أنا مرحب عليها ومن دولة لدولة موجودة أولا في ألمانيا والثانا في المتحدة الأمريكية ما هي الآلية اللي حتى تقوم بها القيادة؟ نعم. هناك شوشرة سقيرة. أنا مسموع كويس؟ هناك شوشرة.. أنت مسمع أستاذ عادل. لما تتكلم أنت عندي اللغة بالشوشرة كويس. هل سمعت السؤال؟ سمعت السؤال. كيف تكون تتشكل القوة الوطنية؟ وكيف تنتخب القيادة الشرعية للقوة الوطنية؟ أعتقد أن هذا هو سؤال. نعم. الآلية. نعم. نعم. الآلية بصفة عامة المعسكر المقاومة بكل إتجاهاته، بكل أجزاءه، التنزيمات والأحزاب والمؤسسات والمنظمات المدنية والمنظمات المهنية، كلها هي بتكافح وبطريقة صحيحة نناشد ونكون نحترم ونؤيد كل النشاطات التي يقوم بها المنظمات والتنزيمات والأحزاب والمؤسسات. فالشيء الفاقد. الشيء الفاقد هو عادة موجود مؤسسة وطنية واحدة تشمل كل المنظمات وكل التنزيمات والأحزاب ويكونوا كلهم يكاتفوا ويكونوا يشتغلوا فيه اتجاه محدد بطريقة منظمة. فهذا هي الشيء الفاقد، الشيء ما موجود الآن. فالآن الهيئة تيسير هي بتبزل جهدها لإدراك الشيء الأول هو فهم وإدراك درورية إقامة أو التشكيل الغواء الوطنية. إذا اتفقنا في هذا ودرورياتها وكل واحد بيقول من جانب وكل واحد من جانب ويتكلم عن الوحدة، عن تنسيق، عن ضرورية، عمل مع بعض، كل شيء. وفي تنزيمات فيها الإطلافات وفي مزلات سبعة وخمسة وعشرة وعشرين هي موجودة وهذه التنزيمات والإطلافات هي بتقوم بدورها ونحن بنناشر وبنأيدها ولا لنا أي خلاف معها. ولكن التجز والتشرزم خائم، فالهدف الأساسي هو إنهاء التشرزم لأنه عندنا دولة، دولة ذات سيادة، من دون حكومة، من دون نظام ومن دون دستور، يسيطر عليها طاقية مجموعة، مجموعة مسيطرة بفردا واحد شخصا واحد، ويدخلها في أي شيء كما يريد. والشعب يعيش في حالة سيئة من سنة إلى سنة، ثلاثين سنة. أريتريا هينا الآن في حالة خطر والآن الخطر أكثر أكبر أخطار والخطر الذي يجي من الجوار ومن أي شيء سواء كان من الجنوب سواء كان من أي اتجاه وهو يكون يهدد أمتنا، يهدد وطننا، ويشرزم ويتهد شعبنا، فلازم أن ننهي، أن ننهي هذه الأمور، أمور سعب، لكي تغيير هذا الأمور إلى حياة أبيعية، ولحماية السيادة الوطنية التي حققناه بدماء لا تتحدى بأي ثمن، فعلينا أن نكون نوحد صفوفنا من أجل هدف محدد، حماية السيادة الوطنية، تحقيق الحرية، وانتقال السلسة الديمقراطية، فكيف نمكن نوحد كل الأشياء الأجزاء المختلفة إلى مؤسسة واحدة؟ هذا هي الشيء، سؤال مهم لأن المؤسسة التي نتكلم عليها، نقول هو وتأنية، مؤسسة وتأنية، ولكنها مؤسسة وتأنية تكون تقوم شبه الحكومة، ففي أي بلد هناك حكومة، فالحكومة هذه واحدة، ولكن في داخل البلد، في منظمات وفي أحزاب وفي مؤسسات مئات، أكثر من مئات، ولكن الحكومة في ودء واحد هو حكومة واحد، بمعنى كل الناس وكل التنظيمات وكل الأشياء هو يكون منظم ويعوش تحت الدستور، تحت القانون، والقانون يكون يجري مجرياته، ويكون سيادة القانون، الدستور، نحن ما عندنا دستور، ما عندنا قوانين، عندنا نظام بلا قانون، بلا دستور، فعلينا نحن في المهجر نكون نشكل شبه منظمة التي هي مش تحزب وتنظيم معين، هذا هو مؤسسة وتنية تشمل كل وكل فرد وكل مواطن أريتري، وكل مواطن أريتريا تكون عدو لهذه مواطن أريتريا مكافح للعدالة، هذا هي محددة لأن الهدف هو عدالة، الهدف هو ديمقراطية وحرية، فالمكافحين للعدالة كلهم سواء كان يكونوا في التنظيم، سواء كان يكونوا غير التنظيم، وفي المؤسسات المدنية والحراك، كل الناس تكون تشترك، تشترك في إقامة هذه القوة، وتكون تنتخب قيادتها بطريقة ديمقراطية، هذا هي حيث. نعم، يمين سيدنا سهيل، الآن الأولويات أنت الآن ذكرت من دمنا كلامك، وقام في الوسيقى الأولى هي طبعاً المشاكل التي أدت بنا إلى الانقصام والتشرزم، هي واحدة من المشاكل هي قضايا الغيادة والتمثيل، وكانت دي كمان تقدر مريت عليها الانقصام، سوء الترتيب الأوليات دي كمان تقدر عن مريت عليها، هناك حاجة منهم في مسائل بتاعت أصحاب المسلحة، أصحاب المسلحة اللي هم المفتحة تكونوا مشاركين في الغوة الوطنية الموحدة، هناك أصحاب مسلحة بعد الحرب بتاعت تقراي، الحرب كان الشعب تقراي اللي أخذوها، النظام الإرثري والنظام بتاعت أبي أحمد يناك في أراضي تقراي، الشعب الإرثري انقسم اللي موجود في الخارج، في منهم من أيد الحرب دي بمبررات أنه العدو الخارج وما أدراك ما العدو، في منهم من عارض الحرب دي لأنه لا يمكن أن الشعب الإرثري يخرج خارج البلاد ويحارب في غدية ما غدته، في منهم يعني عارض الحرب دي على أساس أنه الامتدادات الحدودية، وفي منهم كمان يعني استنكر الحرب ووصل لحد الحمودة يعني، وعلى أساس أنه قال أنه أصبح ينادي بوحدة شعب تقراي ووحدة شعب إرثريا، والحدود ما يرى الحدود ولا شيء، فهي من غير مراعاة الحدود التي ترسمت من قبل الاستعمار غديما، الآن معناها أنا أقصد من كلامي في هذا أنه من غير مراعاة السيادة الإرثريا، فهنا في أصحاب المسلحة، هل أنتم يعني ناغشتم أو كمان ذكرتم أنه في بعض الناس كانوا ما عندهم عدم احترام للسيادة، وبالتالي كيف هيكون مشاركتهم، هم منظماتهم وتنظيمات فيهم منظمات، فلكن ما احترم السيادة الإرثريا، وبالتالي يعني هل ناغشتهم في الحد دي، كيف هيكون دورهم شنوف الغوة الوطنية الموحدة إذا تم تشكيلها، وإذا نجح على هدف، فبدل. نعم، شكرا جزيلا أستاذ عادل، الحرب الفاتت، الحرب تقراي، يقولون حرب تقراي، حرب شمال إثيوبيا، هي كانت حرب سعبة، والانعكاسات والفهم، وأدت إلى التشرزم أكثر، أو الانقسامات بيقى حدة أكثر في سفوف المقاومة الإرثريا، هذا هو السلبيات من هذا، من الحرب. في الحرب انتهت، هذا شيء واحد، ولكن التجارب الذي كان في جاخل المعارضة، والمناقشات الحد، ويجب أن نكون نتجاوز بصورة إيجابية، من أجل حماية سياسة خطاننا، هذا النقطة الأولى، ترجمة نانسي قنقر